نتيجة الابتدائي والإعدادي بيان هام من التعليم أوشكت فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول على الانتهاء وفقا لخريطة وزارة التربية والتعليم فهناك صفوف انتهت بالفعل من امتحانتها مثل صفوف الابتدائية وصفوف أخرى مازالت بتجرى امتحانتها مثل الاعدادية والثانوية وهناك غلط منتشر بين عدد من طلاب الصفوف الابتدائية والاعدادية وكذلك اولياء امورهم بشأن النتيجة حيث انهم يظنون انها ستكون عبارة عن تقديرات كما هو الحال للصفين الاول والثاني السنوية ووصل سوء الفهم هذا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي بدوره صحح هذا الغلط المنتشر على السوشال ميديا من خلال جروب التعليم مشروع مصر القومي واكد شوقي ان نتيجة الصفوف الابتدائية والاعدادية ستكون بدرجات وليس تقديرات مشيرا الى ان الوزارة سترسل الى المدريات والادرات خطابا بذلك للتأكيد علي فالتعليم بيعلن نتائج الصفين الاول والثاني السنوي على موقع الوزارة وذكر المركز الاعلامي لمجلس الوزارة بالرجوع الى وزارة التربية والتعليم انه سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات الصفين الاول والثاني السنوي بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة وفي حالة وجود اي شكاوى او استفسارات بيرجى الاتصال على رقم الوزارة وكان قد كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في دوق ما تردد من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني السنوي بتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني السنوي موضحا أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة مشددة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفين الأول والثاني السنوي بشكل رسمي على موقع الرسمي للوزارة والتربية والتعليم محذرة أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشني ذلك الرابط المزيف ترجمة نانسي قنقر